أو في الخارج بالنسبة للموظفين المكلفين بهذه التقنيات لنعلم أنه في السنة الماضية في أخر سنة الماضية قام معالي وزير العدل حافظي الأختام بتدشين ما نسميه بمركز الشريحة أو شخصة الشريحة الإلكترونية وهو موجود بوزارة العدل وهذا المركز هو الذي يمكننا من إنشاء التوقيع الإلكتروني ومن تسيير جميع هذه المعطيات إلكتروني وتقنيا الموظفون القائمون على هذه العمليات كلهم جزائريون وخريجي الجامعات الجزائرية ومكونين تكوين جزائري تم وهم الذين قاموا بتكوين كذلك القضاة ومناء الضبط وكذلك زملائهم المهندسين والتقنيين السامين المتوجدين في الجهات القضائية طيب سيد عبد الكريم بحديثك عن لو نتحدث عن المحامين مدى سيستفيد ربما المحامون والقضاة نعم ممكن أضيف فقط جزئية أن بالنسبة للأعوان الدبلوماسيين الذين سيقومون بالعملية في الخارج ستنتقل الأسبوع القادم مجموعة من مكوينين وزارة العدل إلى الخارج لتكوين الذين سيقومون بنفس العملية في الخارج في الثلاث قنصليات بدءا ثم تعمم العملية بالنسبة للسادة المحامين شركاءنا في القطاع سيستفدون كذلك من خدمة جديدة وهي إمكانية الحصول على نسخ الأحكام القضائية والقرارات العادية الأحكام العادية أؤكد بصفة إلكترونية ولهذا الغرض خصصنا ثلاث جهات قضائية ثلاث مجالس نموذجية تلمسان قسنطينا تيبازا لأنه في الأعمل التقني لا بد أن نحذر تقنيا ثم نبدأ في إنجاز العملية ونلاحظ هل أن العملية تسير بصفة جيدة فعالة أم فيه بعض التحسينات يجب إضافتها وبعد مهدى قصيرة تعمم على جميع المجالس طيب كنا قد تحدثنا في الكواليس عن المحادثة المرئية هكذا نعم المحادثة المرئية أولا نص عليها قانون عصنة العدالة والمحادثة والمحادثة المرئية في الحقيقة عممناها على 41 مجلس قضائية أي جميع الجهات القضائية وبدأنا بالتكوين ونحن نتواصل في إطار التكوين الداخلي في القطاع منذ أكثر من سنة بالمحادثة المرئية الجديد هو أنه يمكن استخدام تقنية المحادثة المرئية في الإجراءات القضائية معنى ذلك أنه يمكن لقاضي التحقيق مثلا أن يسمع شاهدا أو طرف مدني أو يستجوب متهما عن بعد إما لبعد المسافة أو لحسن سير العدالة لدائم من الدواعي المرتبطة بحسن سير العدالة وهنا الشخص يكون في الجهة القضائية الأقرب أين هو متواجد وبحضر وكيل الجمهورية المختص إقليميا وكاتب الضبط ويربط التواصل بقاضي التحقيق أو بجهة الحكم التي تقوم بالإجراء ويحرر محضر بذلك طيب لو نتحدث الآن عن البصمة الإلكترونية ربما البصمة لنتفق البصمة كتقنية نستعملها الآن في التعرف على الأشخاص ولا نتحدث عن البصمة بالمفهوم الإجراء في نظام الدليل نتحدث عن البصمة التي ستحدث تستحدث في الجهات القضائية في الأيام القادمة إن شاء الله وهو المواطن الذي يرغب في أن تحدد هويته بالبصمة يتقدم إلى الجهة القضائية يقدم بصمته تأخذ صورة إلكترونية له كالبيوميتخي وبعد ذلك أي إجراء يريده أمام الجهة القضائية لا يحتاج إلى بطاقة هوية بل نتعرف عليه من خلال بصمته لا غير جيد لو نتطرق إلى مركز نداء هو تم إنشاؤه ووضعه رقم أخضر ربما عشر ثمانية وسبعون وهو كذلك لطرح إنشغلات المواطنين ليتم تكفل بهم لكن يعني كيف سيتم التعامل مع المواطنين خاصة أكيد ستكون معرفة معلومات خاصة بمستجدات قضاياهم هكذا قضاياهم أولا بالنسبة لمستجدات القضايا فيه خدمة الآن عبر الأنترنت المواطن من أكثر من سنة يمكنه أن يطلع على مآل القضايا عن بعد في جميع الاستدعاءات التي يتلقاها المواطن له رقم سري وكلمة مرون وبهما يليج في أي زمن شاء ويعني يتتبع قضيته هذه خدمة موجودة الجديد بمنسبة لمركز الاتصال عشر ثمانية وسبعين الموجود على مستوى وزارة العد ويعمم على جميع الجهات القضائية يمكن المواطن أن يتواصل مع الجهات القضائية أو مع الوزارة للتعرف على مجمل هذه الخدمات وما يتصل بها من إجراءات ومثلا إذا ما ضيع كلمة المرور خاصة به أو فات أجل وإلى غير ذلك كيف يتصرف وتقدم له جميع المساعدات والشروحات ذات الصلة بالموضوع ربما أيضا تقنية تقنية جديدة لكن قد تحدثنا عنها تتبع القضايا بواسطة رسائل نسية قصيرة هذا كذلك ما أتاحه قانون عصرنة العدالة وهو أننا يمكننا أن نستعمل هذا الإجراء يعني التواصل عن طريق الإلكتروني بالأسماس وغيره إما للتبلغات وإما للإعلانات وإما الإبلاغ الشخص إلى غير ذلك من الإجراءات الممكنة يمكن إضافة شيء بسيط وهو أن مختلف قواعد البيانات les différentes bases de données qui existent au niveau du ministère de la justice على مستوى وزارة العدل إن شاء لها مركز وطني طبعا ولدينا مركز ثاني مركز النجدة والذي سيكون شغالا ابتداء من يوم الغد إن شاء الله بمدينة القلعة إن شاء الله ربما الحديث أو انشغال المواطن الآن كيف يتم أو كيف يتأكد المواطن أنه مؤمن ويتم المحافظة على السرية وحساسية المعلومات الخاصة به أولا حماية الحياة الخاصة من أولى أهمية مهامنا وما نهتم به ثانيا لدينا تأمينين لدينا أولا التأمين القانوني إن صح التعبير وهو جميع أعمال القضاء أعمال ممهورة بالسرية التامة وتعلمون أن العمل القضاء يختلف عن العمل الإداري وله خصوصياته لأنه يمس بالحقوق والحريات ومن ثم بات من الضروري أن نحرس على هذه السرية فيها التأمين التقني وهو التأمين المعلوماتي ليطمئن المواطن لدينا آخر التجهيزات المتواجدة الآن بالتكنولوجيات الحديثة في العالم التي نستعملها لتأمين كل هذا وبخبرة جزائرية خبرة جزائرية وأكثر من هذا مئة بالمئة ولدينا شبكة قطاعية مستقلة لوزارة العدل جيد أستاذ عبد الكريم جادي نائب عام وممثل عن وزارة العدل سعيدنا كثيرا باستدافتك معنا شكرا جزيلا لك ألف شكر لكم فيلمرة القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لكم